هناك جوانب أخرى بخلاف الجانب العمل في القضاء لأنه مختلف ومتنوع وثاري أيضاً الجانب الإنساني في المستشار القاد الجليل محمد عيد محجوب يعني حبي للعملين معي حبي لحل مشاكلهم وهم مطمئنين تماماً وأعتقد أنهم صعداء الآن الزملاء على كافة الأصعاد عملي كمستشار فني وأمين عام مجلس القضاء لمدة طويلة بلغت حوالي 12 أو 13 سنة يعلمون جميعاً يعني أنني محب لهم وأخ لهم وخادم أمين لهم جميعاً على اختلاف درجاتي وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمنحني حبهم ورضاهم عن أدائي حتى نهاية مدة ولاياتي كنت أتحدث من قليل عن الجانب الأسري والجانب الشخصي في حياة القاد الجليل محمد عيد محجوب ما الذي يمثله أعلم أن لديك أولاد لكن ليس من بينهم من يعمل في مهنة القضاء ولكنهم في مهن مختلفة ربنا سبحانه وتعالى من علي بأحمد ومحمود وأميرة هم كانوا متفوقين في السنوية العامة هم من أول الجمهورية يعني أحبوا أنهم يدرسوا العلوم أنا ديمقراطي خالص معهم ورغم نشآتهم الريفية ونشآت الريفية والوظيفة القضائية ربما في الأرياف بتمثل لخبة النخة إلا أنني يعني قلت له لا مانع إطلاقاً من أن يدرس يعني كل واحد فيهم يدرس الحاجة اللي بحبها بس أنا اسمي مش حينفعه وما فيش دكتور بالوسطة فأحمد الكبير حصل على درجة الدكتوراه والزمالة الملكية البريطانية وزمالة الاتحاد الأوروبي وهو جراح قلب في معهد القلب القومي وفي ذات الوقت هو من فريق الدكتور مجد يعقوب منذ تسع سنوات في أصوات محمود دكتور أسنان ويعمل في مستشفى مصري للطيران ولديه مكانه الخاص اللي يباشر فيه هذه المهة أميرة صيدة رنية وهي حالياً مدير إدارة التفتيش على مصانع الدواء وفي هيئة الدواء المصريين